لحظات فارقة وثقها قصر السلام حين فتح بابه لاستقبال رئيس الجمهورية العراقية برهام صالح في 2018 منذ ذلك الحين عرف المشهد السياسي في العراق كلمة جديدة نطقتها بغداد وأسمعتها العالم العربي والغربي على حد سواء فرجل القصر العراقي الوطني قرأ ما في المتنبي في سابقة لم تحدث من قبل ليس لزيارته الميدانية إنما لقراءة التفاصيل بين السطور وآمن بها بلغة التجديد على حق التعبير وحريته في ثقافة الرجل السياسي رفع برهام صالح من صلاحيات رئاسة الجمهورية في العراق إلى حالة الانفتاح على المحيط العربي الذي سمعت أصداؤه في بغداد مستخدما مهرته الشخصية وحنكته الدبلوماسية وعلاقاته الواسعة فكانت الأحداث المتوالية من فتح الأوراق العراقية على الطاولة الأوروبية ومن ثم فإن الصداقة والابتسامة فرشت بساط التعاون مع كبرى دول العالم برهام صالح مجددا ليس مطلبا حزبيا في الأوساط الكردية فخسب بل إن تكليفه لمصطفى الكاظمي كان ولا يزال له الأثر الفاعل للعراق مع العالم الاتزان الذي تحقق في عهد صالح قراءته المحافل الدولية تلك التي تحدث فيها باسم العراق وكان فاعلا مواكبا لمكوك الرحلات السياسية والاقتصادية والتاريخية ما جعل وجهة العالم أجمع صوب العراق صانع الحضارة والتاريخ والعراقي يعرف كل المعرفة أن صالح الرئيس الأكثر فهما للمعادلة في المنطقة وما يخدم بغداد اليوم هو من يعرف أوراقها جيدا لذا فإن القلم الذي يكتب به صالح هو الأكثر وضوحا على صفحة العراق الجديدة التي تغير ولا تعود إلى الوراء القلم في يد صالح والورقة في القصر والمسافة أقرب مما يكون إلى عراق جديد مع رجل يصنع الإنجازات